لو افترضنا أن معلماً انتهى من إعداد خطة درسه وأراد أن يحكم عليها، ما المعايير التي يمكن أن يستخدمها في الحكم على خطة درسه؟ هناك مجموعة من المعايير أو الأسئلة التي يمكن للمعلم أن يستخدمها ليحكم على ما إذا كانت خطة درسه تستوفي الشروط الطربوية الصحيحة أم لا؟ أولاً، إلى أي مدى كان موضوع الدرس مرتبطاً بالمنهج؟ ثانياً، إلى أي مدى كانت أهداف الدرس سلوكية إجرائية كما أوضحنا من قبل؟ ثالثاً، إلى أي مدى كان المدخل والتمهيد المستخدم للدرس مناسباً ومثيراً؟ رابعاً، إلى أي مدى تم تحليل محتوى الدرس وتضمينه في الخطة؟ إلى أي مدى تنوعت المهام والأنشطة التعليمية والتدريبية المقدمة للطلاب في خطة الدرس؟ إلى أي مدى تم استخدام الوسائل التعليمية المناسبة لموضوع الدرس والميسرة لعملية التعلم؟ إلى أي مدى تم توظيف الكتاب المدرسي في خطة الدرس؟ إلى أي مدى تنوعت أسئلة التقويم لتشمل كل أهداف الدرس؟ إلى أي مدى كان الواجب المنزلي شاملاً ومناسباً؟